تركز توجهات الدولة المصرية وسياساتها نحو التنمية في القارة الصمراء لذا جاءت مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة السنغالية دكار لترسيخ حرص مصر على تعزيز جهود التنمية في القارة الصمراء وتولي مصر أهمية كبيرة للتنمية في القارة ودعم الأشقاء الأفارقة خاصة دول حوض النيل لأنها تمثل بعضا من أبعاد الأمن القومي المصري إذ يأتي تعاخد مصر في مؤتمر المناخ كوب 27 بدرورة تلبية احتياجات القارة الإفريقية سواء تخفيف الانبعاثات واستعادة الغابات أو مشروعات التكيف مع تغيرات المناخية وهو ما يحتاج إلى خبرات بالإضافة إلى ذلك تدير مصر مع زراعيين الأفارقة قرابة ثمانية مواقع في إفريقيا وهي مزارع توفر الغذاء والنباتات الغذائية والإنتاج الحيواني وتلبي احتياجات الزراعة وتحقق الأمن الغذائي كما ترسل مصر البذورة والتقاوي القادرة على التكيف المناخي وتحمل الجفاف والحرارة والتصحر وتشارك مصر في بناء السدود بعدد من دول القارة مثل جنوب السودان وأغندا وتنزانيا لتحقيق التنمية وتوفير مياه النيل وعدم إهدارها في مسارات أخرى ما يعكس السياسات المصرية التي تضع التنمية الإفريقية في أولوياتها ويعكس عمق الدور المصري في القارة السمراء وتمثل قمة دكار المنعقدة على مدار يومين فرصة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في إفريقيا فضلاً عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة داخل مصر أمام مجتمع الأعمال الدولي كما سيتم عرض المشروعات التنموية والسبل تمويلها وآليات التنفيذ والاهتمام بالمشروعات الخضراء والتركيز على مشروعات البنية التحتية